السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات خلق الله جسم الإنسان بدقة مذهلة وهي دقة تشهد عليها كل خلية وكل ذر الطاقة تتحرك في داخلنا جسمك يعمل وفق نظام يحول الطعام إلى حياة وحركة وتجدد دائم هو نظام الأيض أو الاستقلاب لكن حين تهمل القواعد التي وضعها الله سبحانه وتعالى بكون الغذاء توازنا لا إسرافا ينهار النظام ويتباطأ الحرق وتتراكم الدهون وتظهر مقاومة الإنسولين قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا آية واحدة تختصر أحدث ما توصل إليه العلم في التحكم بالطاقة ومنع السمنة والأمراض الأيضية والاستقلابية عندما تعود للانضباط في طعامك وشرابك تعود عجلة الأيض للدوران من جديد لحرق دهون البطن بسرعة والتخلص من مقاومة الإنسولين وإيقافها الخطوة الأولى تنظيم مواعيد الطعام فالإكثار من الوجبات المتناثرة حتى لو كانت صغيرة على مدار اليوم يبقي الإنسولين مرتفعا دائما فيتعطل حرق الدهون كليا عندما تجعل الطعام أوقات محددة فإنك تمنح الجسم فرصة للعودة إلى الوضع الطبيعي فينخفض الإنسولين بين الوجبات ويستمر الحرق خلال ساعات طويلة دون جهد ثلاث وجبات منظمة يوميا تكفي كبداية مع مرور الوقت يمكن التحول إلى وجبتين مع وجبة صغيرة اختيارية هذا النظام لا يهتم بالسعرات بقدر ما يهتم بإشارات الهرمونات عند تنظيم الطعام ستلاحظ جوع أقل تركيز أعلى وطن أخف وانخفاض الانتفاح طبعا كالعادة سأجيب على معظم استفساراتكم وتعليقاتكم من خلال تعديل التعليق المثبت أكثر من مرة الخطوة الثانية الأكل عند الجوع الحقيقي فقط ويجب أن تعرف أن ليس كل إحساس بالرغبة في الطعام يعني جوعا هناك جوع عصبي أو نفسي وجوع من العادة وجوع بسبب هبوط السكر المؤقت الجوع الحقيقي تشعر به تدريجيا ويصاحبه خفة في الرأس وإحساس طبيعي بالاحتياج للطاقة أما الجوع الوهمي فيكون مفاجئا ومصحوبا بشهوة للحلويات الجسد ذكي إذا أعطيته فرصة سيستخدم مخزون الدهون لتلبية احتياجاته دون أن يصرخ طلبا للسكر هذه الخطوة تساعد في خفض الأنسولين خلال اليوم وتمهد الحرق كي يبدأ من جديد الخطوة الثالثة تقليل الكربوهايدريت والنشويات وزيادة البروتين والدهون الصحية الكربوهايدريت والنشويات السريعة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والحلويات تغرق الدم بالسكر فيرتفع الأنسولين بقوة وبمجرد أن ينخفض يعود الشعور بالجوع سريعا في المقابل تناول البروتينات مثل البيض واللحم والسمك مع الدهون الصحية كزيت الزيتون والأفوغادو والسمن الحيواني يمنح شبعا طويل الأمد ويبقي الأنسولين منخفضا الدهون هنا ليست عدوا بل وقودا بطيئا ومستقرا يدعم الحرق الخطوة الرابعة تجنب الأغذية قليلة الدسم والأطعمة المصنعة فحين تزال الدهون من الطعام يفقد نكهته الطبيعية ولتحسين الطعام يضاف له السكر والنشويات والنتيجة بالنسبة لك ارتفاع كبير في الأنسولين وزيادة الوزن رغم أن الطعام يبدو صحيا بالشكل المنتجات قليلة الدسم تخدع الدماغ والجسم معا فهي تشبع لثواني ثم تعيد الجوع بقوة أما الأطعمة كاملة الدسم كما خلقت مثل الألبان كاملة الدسم واللحوم غير المعالجة فهي تعمل بتناغم مع نظام الطاقة في الجسم الخيار الصحيح ليس قليل الدسم بل الطبيعي غير المصنع الخطوة الخامسة تناول الخضروات وخاصة الأوراق الخضراء والإكثار منها فالخضروات مصدر غني بالألياف والمعادن التي تحتاجها بكتيريا الأمعاء النافعة لتنمو وتتكاثر هذه البكتيريا تشارك مباشرة في التحكم بالشهية والحرق وإنتاج الفيتامينات كذلك تساعد الخضروات على تنظيف الكبد من الدهون الزائدة وهذا يحسن حساسية الأنسولين ويعيد النشاط يفضل أن يكون نصف وجبتك خضاراً خاصة السبانخ والخس الجرجير البروكلي الكرامب الألياف تبطئ امتصاص السكر وتمنع الارتفاعات المفاجئة التي ترهق البنكرياس الخطوة السادسة الصيام المتقطع إعادة توازن للجسن عندما تتوقف عن الأكل بعدة ساعات ينخفض الأنسولين ويبدأ جسمك استخدام دهونه كمصدر للطاقة هذا التحول من الاعتماد على السكر إلى حرق الدهون هو جوهر إصلاح الأيض والاستقلاب الصيام المتقطع لا يعني حرماناً بل ترتيباً وتنظيماً 16 ساعة من الصيام و8 ساعات ساعة أكل خلال أسابيع سيقل الجوع الليلي وتخف الرغبة بالسكريات ويبدأ الوزن بالنزول دون معاناة الخطوة السابعة النوم الكافي وضبط التوتر عندما تسهر وتقلل النوم يرتفع الكورتيزول فيجبر الكبد على إطلاق السكر للدم حتى مع عدم تناول الطعام وهذا الأمر يجعل الأنسولين في حالة ارتفاع مستمر فتتوقف عمليات الحرق ومن جهة أخرى التوتر المزمن يجعل الدماغ يبحث عن السكر كمهدئ سريع فتزداد الشهية وتضعف السيطرة تحسين النوم يبدأ بإطفاء الأجهزة قبل ساعة على الأقل من موعد النوم وتحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ أما التوتر فيخفف بالتفكر والصلاة والذكر وتمرين التنفس والمشي الخطوة الثامنة الحركة اليومية والتمارين لكن ليست تمرين الشاق فقط 30 دقيقة من المشي بعد الوجبات كافية لتفعيل العضلات وفتح مسارات إدخال السكر دون الحاجة لارتفاع الأنسولين الفكرة ليست في التمارين القاسية بل في حركة مستمرة تسمح للجسم باستهلاك الطاقة صعود الدرج، تنظيف المنزل، الوقوف بدلا من الجلوس كلها إشارات لحرق الدهون مع الوقت يتحسن عمل الميتوكوندوريا وتزيد اللياقة الجسدية والنفسية المشكلة الأساسية عند أغلب الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو ثبات الوزن هي مقاومة الأنسولين فعندما يصبح الجسم في حالة مقاومة لا يسمح للدهون بالخروج من مخازنها ويبقى الحرق في مستوى منخفض جدا مهما التزم الإنسان بالحمية فيشعر بالإحباط بسبب ثبات الوزن ولا ننسى دور الماء والمعادن الأساسية مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم في تنشيط الحرق لتحسين تواصل الأنسولين مع الخلايا إن الله تعالى أكرمنا بعقول نفكر بها في أنفسنا وفي عظمة الخالق وما أبدعه من خلق يقول سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون والرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال صوموا تصحوا حديث يجمع لإعجاز الروحي والعلمي في جملة واحدة فلنبدأ بإصلاح نمط حياتنا لنحيا كما أراد الله لنا أقوياء مفعمين بالطاقة وشاكرين للنعمة حقا أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المديد شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعم الفائدة والخير عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحث الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر